الكثير اللي بنشوفها للأسف الشديد يا عاليش يا ركتور أمار هكمل بس قبل المحاضرة على موضوع اللحمة احنا ساعات الموضوع هي 20% اللي اتنين اني يبقوا اللي اتنين مع بعض نمنعه عشان الكمبلينس بتاعت الأم الأم ساعات لما منبتدي معها اليمينيشن في البرست فيدن حكاية أنها تبطل كل أنواع الأكل ده بتخليها تبطل الرضاعة طبيعية وما ينفعش كمان الأم اللي بتاخد فورملا وتاخد بريست فيدن تمنع لها في البرست فيدن وتديها نورمال فورملا يعني أصر واحد بيشوف حاجات في الشغل في السوق غريب وعجيب الشكل يعني فيعني القصة طبعا بريست فيدن يا جماعة والله العظيم هو اللي فاضل لنا احنا مش هنلاقي ناكل بعد كده فنحفز عليه شوية عشان ما نضيعش الوقت يا بس برضو آخر حاجة نفعش أقدي العيان لو العيان ميكس فيدن بريست فيدن ما ينفعش أديله لكتوس فري فورملا وأنا بردعه ما هو الأمة عندها لكتوس في البرست ميلك إيه الفلسفة اللي في الموضوع يعني يعني زينا أنا بكلم في بروتين أولا ولا في شجر طبعا لكتوس إنتولرانس هنا ده ساكندري ليه الكتوس ميلك بروتين ألرجي ما هواش برايمار يعني يعني ده قصة تانية لكن قصدي الكمبيدشن ده بلتك ما ينفعش أسفين على العطلة يعني شكرا جدا أستاذ دكتور أحمد حمدي أستاذ دكتور أيمن إيميل يعني استفدنا جدا صراحة من الكيسز اللي اتعرضت وكانت رائعة ومحتاجة وقت الصراحة قدي كده مرتين يعني يشرفني أنا بشكر دكتورة شيرين جدا طبعا على الدعوة ومؤتمر رائع والطابكس كلها جديدة ومشاء الله دكتورة شيرين دايما بتعمل محاضرات مختلفة الصراحة يشرفني أن أقدم أستاذ دكتورة جهان فؤاد أستاذ تب الأطفال والتغذية العلاجية استشاري دولي رضاعة طبعية ولازم طبعا رضاعة طبعية على طول دكتورة جهان بنتعلم منها ومدير معد التغذية السابق شكرا فضالي دكتورة شيرين مرسي يا دكتورة فاتن شكرا دكتورة شيرين طبعا إحنا عاديين نقر على الحضور واخد بالك الحضور الغنطغي البروغرام الناس أصلا ما فيش حد بي كبير حد على حاجة نارضة الجمعة هنقض بنسمع كلام يعني فالناس عايزة البروغرام حلو تسمعوا يعني فشكرا لحضرتك على الدعوة الكريمة تعبنا حضرتك على بالمستقرين على تقسيم الحاجات فشكرا لحضرتك هتكلم أنا يعني إن شاء الله انتين مينتز كمان على في الريفلكس والكونستيبيشن والاتنين مع بعض ده ليه؟ لأنه ساعات بتبقوا والاتنين ممكن موجودين مع بعض يعني الكونستيبيشن والجسر والسفجير ممكن الاتنين يكونوا كوكزيست في بعض نتيجة انتر بلاي بينهم هما الاتنين يعني في بعض الحالات لو تتضل الطفل متساب زي مع الناس اللي هي عند أسبوع ولا أسبوعين الانتر قدمنا البريشر الكبير ممكن كمان الحالة تيجي كمان بريفلكس بالإضافة أن كل واحد ديه انتربنشن مختلف لكن ممكن الاتنين يكونوا موجودين مع بعض الرولوف نيتريشن ان الكونستيبيشن حاجة مهمة جداً يعني زي ما قال الدكتور أيمن إيميل هو مش ده اللي هيحل الموضوع بس هو ده في مرحلة المنتنس تمانتين الإفكت اللي حصل لانا عرفت الكوز والديكلميديكال تريتمين عشان تمانتين اللايف بعد كده بتاعته نورمل لازم حنعمل إيم خش في تفاصيل الدايت بتاعه وبنتكلم عماتاً على الدايت تريتش ان فيبر لنا زي كده البرامد بتاعنا أنا هشتغل على الميل عشان الدايتر انتربنشن ده محتاج حد متخصص هبتدي أتكلم عالبالنس ميل الأول هتتكون من إيه وهنقول يعني إيه نوتريشن دانس فوت البورشن ماكونش بدي كميات كبيرة للطفل عنده كونستيبيشن ومعملها رزع له كميات أكتر من الاحتياجات بتاعته المحسوبة ليه أكوردنج تو أرضي إيه 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 الفايبر ريتش فوت اللي أنا هسدها له والهيدريشن والهيدريشن ده ليه كذا طريقة غير الووتر النيوتريشن الدايمس فوت الديفينيشن ده معناه أن أنا هسدله حاجات اللي هي كاملة الحبة زي ما إحنا عارفين الړرينز كلها الـرائز الكونواء يعني لو يقدر الهو اللويت الحاجات كلها اللي هي الحبة بتاعتها كاملة لحاجات الليف جرينز كل الحاجات الليف جرينز الـخرمنتد فوت ده حتى من الحاجات المهمة جدا اللي احنا ساعات بنفتقدها في التعامل يعني أنا حتى في بعض الحالات زي البروبايوتك ما حنتكلم دلوقتي البروبايوتك فيه بوزيشنين كده عند الشركات البروبايوتك للعائل عنده ضائرية لا يا جماعة كل حد عنده جي اي تي الوادي الشورت ستيتشر ده ويمكن احنا كنا عملنا ريسيرش مع المركز قامل البحوث على الشورت ستيتشر ان كلهم عندهم كريتيريا بتاعت انفلاميشن فده لازم يكون عنده فقصة ان احنا بنحط البروبايوتك بس في العائل الضائرية دي حتة عايزة تدير في دماغنا حتى الوادي الكونستبيتين الفايبرز احنا طبعا يعني من ضمن الحاجات المفروضة بص عليها على الحقائق التغزوية احتياجاتي ايه من الفايبرز على فكرة هي مختلفة ودي برضه ممكن الناس كتير مش عارفاها انه من الميل للفيميل الكميات مختلفة في الارض ايه للفايبرز يعني اللي فوق التيبل اللي فوق ده الميلز الولاد والرجالة نفس الارقام هتلاقيها مختلفة شوية اكتر في الميل اكتر من الفيميلز احنا بنحسابها كده اه لو انا عندي عائل عنده مشاكل لازم اعرف التركيب عشان كده الديتشن بيبقوا حافظين الكلام ده وسهل عليهم وانا اخد الفايبرز دي في ايه اتأكد وانا بعمل دايت بلان ان انا بدي للوادي العشرين او الخمسة وعشرين جرام اللي انا عايزهم طول اليوم وناخدهم ببساطة الوحدة من الصمرة من الفاكهة شايفين اكتر واحدة يبقى انا هتكلم على البير الحاجات الزي اللي ايه زي ما هنتكلم دلوقتي الحاجات اللي بتعمل اللي هي القراسيا هنتكلم برضو على الحاجات دي كلها في كل كمية فيها خمسة جرام النص كوباية فيها اربعة بص على الحاجات شايفين الحتت بتاعت البينز البينز كلها من الحاجات العالية جدا خصوصا الحمص مثلا كل الحاجات دي بعض افكر انا هدي للواد في الوحدة بتاعته وزي ما احنا بنعمل في الحالات الكريتكل بتاعت الكيدني بدخل على الفود كومبزيشن واشوف التركيبة بتاعت المينرالز انا بدخل في الحالات دي اخش على التركيبة من الفايبرز الحاجات اللي اللاكستفريتش فود معروفة ودايما لما نقول للناس جيبيلوا اراسيا تقول لك ده كيلو بخمسمائة مليون جنيه طبما انتي دفعت كشف وجبتي علاق ياسدت ما تجبيلوا ربعة اراسيا الواحدة ونقعيف التلاجة كده وكل يوم اتنين مثلا مع العصير بتاعها البرونز الناس اللي جربت حتة الراسيا دي يعني في قصة ايه انها مش فانشنال كونستبيشن انا بتكلم على الكونستبيشن او المنتنانس لحالات الفانشن التين البرشومي من ضمن الحاجات ودايبت باقي عند العطار بس يكون حد عطار كويس والكمان الكوي دي الحاجات اللي بتاعتها عالية جدا وممكن ايه تساعد وابتاعت طبعا على كونستبيتنج انديوزنج فودز زي ايه بقى ديري برودكس انت تجيلك ام تطلع الوقت بيشرب 3 كيلو لبن في اليوم لسه بيشرب ما شاء الله لبن طب فين بقية الاكل يعني ممكن يكون سيمبلي لما ياخد الكوبايتين اللي انا عايزاهم وياخد بقية الاكل عادي الواد من غير حاجة مش فانشنال بقى كونستبيشن نفسه الدنيا هتبتدي تتحلى معاه طبعا الناس اللي بتشرب طبعا الناس تقولك هو فيه أطفال صغلا فيه بيبسي بتحط في الببرونة عادي خالص فيه عايل حامدها عايزا تشوفه بايت قاوى عشان يطلع راجل وعنده سنة ونص شفتها يعني فيه حاجات الحاجات دي بتحصل للأبيوز دي كلها نسأل كويس على الأسئلة يعني يمكن يحضرني يا دكتور حالة انا شفتها شخصيا حد كان بنت طفلة عندها كونستبيشن وتلفت على الأسازة كلهم وجراهها وقال لك ده امبكتت مش عارفة طلعة القصة كالت مرة بالليل قابليها باربعات أيام خادت نص كيلو لب أرقاشة من غير أكل بقى هيعورها مش عايزة تعمل كونستبيشن وحصلت يعني انا شفت الحالة دي بنفسي يعني وبعدين بعد كده الناس بتوجب وتديها سمكت في الآخر طلعت القصة ايه سو سيمبل ولا حاجة فهي ان احنا ناخد هستريم من الأكل ولا كان بيعمل المدة اللي فاتت دي برضو من دامنا الحاجات المهمة البروزيس دفوت كل الحاجات البروزيس لما مندخل في التركيب بتاعها كلها محطوطة عليها هانيشة محطوطة عليها حاجات بتخلي تعمل كونستبيشن لو حد كالرومانتين هيجيله كونستبيشن فناخد بالنا من الحاجات كونستبيتينج ايجنت والحاجات اللي بياخدوها والشاي والكلام اللي احنا بنشوفه الدياتري فيبر احسبها ازاي طب ببساطة على حسب الكربوهيدريت يعني ايه كل جرام فيبر في كل خمسة جرام كربوهيدريت فيه فيبر واحد جرام فانا لو بحسب له الخمسين في المية من الدياتبلانت بتاعته هحسبها واحد لخمسة فدي سهل ان احنا نعملها في الحسابات بتاعتنا الهيدريشن ده حاجة مهمة جدا لو سألتم ناس كتير مصريين عمتا واحنا عاديين في القاعة وقلت لحضراتكم مين بيشرب مية لوحده عشرة انفر اللي هرفعه من كل الاعدادين الناس بتنسى بعد بداية ان احنا نشرب مية الهيدريشن مهم جدا للهيل في باوز والفانشنز بيخلي بيخلي يعني دي حاجة في منتهى الاهمية طيب الهيدريشن ده ممكن ييجي من الووتر ده بالنيتز بتاعتي وعندنا ثلاث طرق احنا ده من نقولهم للناس وزن على تمانية من غير جداول وزن على تمانية تلاتين ميلي بيركي جي او على حسب الدايت بلان بتاعتك بتاخد ألفين كالوري ويبقى انت تاخد ألفين ميلي ده كلام اللي احنا بنقوله البيزيك ليه احسب كميات المياه ازاي فيه هرب كمان لو الحاجات المشروبات ساعتها بقى مش عشان ابدي اللبن الام ولا مش عارفة تديله رضعة لا يعني لو هو في سن بعد ستة شهور الحاجات اللي هي الأعشاب اللي يكون هلسي من مكان ميديكيت انا مش بحب من عند العطار لأسباب كثيرة والحاجات اللي فيها فايبرز والفروتز برضو زي ما هي مهمة كفايبرز هي مهمة لفيه بعض الحاجات زي البطيخ والحاجات اللي زي كده بيبقى فيها كمية بوتر كتير بعد ستة شهور قبل ستة شهور رضعة طبيعية مطلقة ان شاء الله لو موجودة يعني هو هياخد المية من الرضاعة الطبيعية لكن أول ما اتديت كمبيليمنتري فيدنج ساعات طفل بيكون عادي مع بداية كمبيليمنتري فيدنج يبتدى يبقى ممسك علشان الأم بتنسى حكاية انها تشربوا مية وخصوصا في الحر الشديد اللي احنا موجودين فيه طيب لو طفل أنا بدي كمان فايبرز أو بدي حاجات فيها بروبيوتك فايبرز أو ميديكيشن فيه حاجات فيبرز اللي هي السيليم هاسك والحاجات اللي بنيديها دي أخد بالي أن أنا حزود كمان كمية المية أكتر من النسب اللي احنا قلناها دلوقتي وإحنا بنتعامل مع الأطفال البروبيوتكس ده صراحة أنا مؤمنة بيه جدا جدا يعني أنه هو وناترال وإنكسبنسيب مش كل الأنواع غالية فيه أنواع موجودة وفيه شركات بتعمل البروبيوتكس في مصر هو مش هيعمل للكونستيباشن لكن هو هيقلل المنفستيشن تاعت البلوتينج والأطفال من البين ساعات هيساعد فيها ونخلي بالنا لمشكلتنا في البروبيوتكس أنه يعني ومش فيه كل الأنواع فدائما لما استعمله كدكتور أكون عارف اللي هي بيجيب نتيجة كويسة وبتدي أستعملها وأنواع كويسة وما فيهاش حاجة لما كون الدكتور وعارف إن النوع ده كويس حتى يعني أنا فيه حاجات بكتبها ومعرفش الشركة ولا بيجولي العيادة يعني ده الابينيون بتاع طيب بالنسبة للجيرد الرولوف نيوتريشن طبعا ليه دور ممكن يقلل الريفلاكس أسد رفلاكس ويحسن الديجيشن وبعد برضو يزيل حتة الديسكمفرط والعي اللي عنده إحنا كده بتوع نيوتريشن لازم بنعمل سكريني بيحالات أنا خايفة عليه ليكون أصلا كل ما بياخد بيرجع أصلا هيأثر على وزنه في حتة مهمة كده هنتكلم عليها حاجات كتيرة مالدراجز اللي احنا بنكتبها في هتعمل زي وحتقلل وحكايت ان هو بتاعه قل العي العمال يرجع ده أنا مشكلتي ودي مشكلتي عمال في التعامل مع الحالات الجائتي العي اللي ما تبقى عليها سنتين مش قادرين نعرف هي بترجع ليه لغاية دلوقتي وعملنا كل التحاليل ووزنها ما بيزيتش لغاية معرف السبب همشي على الكتاب دي جاسترستومي صح كده يا دكتور أيمن دي خلاص أنا سايبها ليه أتفرج عليها لغاية ما تموت دي في الكتاب ما تاخدش 30% من اللي احتياجات بتاعتها لازم أجد طريقة أخرى يمكن فاكر هداك الحالة بتاعت المينية يا دكتور دي total aversion food aversion وحتى الدكتور اللي داخلت معنا عليها بداية كمان attention deficit disorder وده حصل فعل فخلونا احنا نشتغل أعرف السببب بس ما عرفتش السببب ما نجي الكيس ما عودش هتطرج عليها لغاية ما تبقى conservation until death طيب ايه acetic foods الحاجات citrus tomates ودي personalized يا جماعة ما نبضلش نقول أصداخو ما كانش كده والجران مش كده أنا مالي هو باخد history ودي حتة مهمة dietary history الحاجات اللي فيها حمض زيادة الحاجات اللي فيها tomato الحاجات اللي طبعا اللي spicy عادي ما فيه واحد مولود مديته حتى تفسيخ عادي يعني من اللي بني ندي عشان ندوأ ونلاحس ويطلع جدع مهمة جدا الناس متصورة كل الأمهات عندها هلاوس بتاعت يخلص الطبق يا جماعة طبق قبضة ايده مقفولة ده الكلام اللي بنقوله للأم أنهي كمية أكل اللي انت بتديها للطفل دي ممكن سوري في الكلمة بتأكل لغا ما يدفح لأكل مش الكلام واتكلمنا على قصة الكربونيت منتشرة جدا يا جماعة جدا جدا البيبسي والشيبسي البيبسي والحاجات وعندنا في المعهد تبقى داخل كده ومعا اللتر بيبسي فنخلي بقى لنا من قصة وبياخد ايه وطبعا الحاجات الفرايد والحاجات الفاتي وكمان مشكلتنا مع غلو الأسعار الناس بتلجأ كوبينج ستراتيجي للهنجر بمصائب بأنواع من الشحوم أنواع من الحاجات الرخيصة الزيت المقلي قبل كده كل الحاجات دي بتعملي مشاكل وممكن تعرض الولاد للجير طبعا عرفت ان في حاجة تريجرينج زي الحاجات السترس بالذات والفاتي والأبايت بعد الواجبات الطفل بيرجع مش لازم اجيب له مخدة بخمسمائة مليون جنيه اسند له المخدة لو هو كبير وفاهم أشغله شوية وخليه واقف بعد الأكل بيلعب وقفين بنتفرج بنعمل حاجة لأن عشان دي يعمله خصوصا بعد 6 شهور بيبتدي حط له حاجات فيها كتير فيبتدي الأكل شوية يبقى كسيف التوقيتات بتاعة الأكل بلاش الأكل بالليل بلاش الأكل الطفل ده أصلا الشياء دي عن الدنيا الميكانيزمات ومش مزبوطة عشان بلاش بالليل قبل بالليل كده بشوية كتير ساعتين تلاتة قبل النوم مايكونش فيه واجبات وطبعا البرش ودي اتكلمنا عليها قبل كده فيه ممكن يساعدني في والجيرد يساعدني مش حيمنع حيساعدني لو أنا ده ميديكال كونديشن وباخد تريتمنت وده بأكد عليه أن الرول بتاعي كان يعني واحدة من في أي حالة في جائتي أو كل الأنظمة التانية في كدني أنا برضو واحدة منه دول موجود منهم كتير جدا اللي فيهم سيليام هاسك دول موجودين جدا في مصر يعني لأنه بيسحب شوية المية للإنتستن بيعمل سوفتنينج للسطول وبروبونتنج ريجولر باول موفمين البروبايوتكس وزي ما قلت لحضراتكم أنا مؤمنة جدا بالرول بتاع البروبايوتك ونحنا نستعمله في كل معظم جي آي تي بروبلم وحتى في العيال اللينيير بتاعهم مش كويس لأن في معظم الأحوال إحنا لقينا موجودة في البلاد اللي زينا في معظم الأطفال يعني عملنا كتير عن الموضوع ده فده هيحسن ويحسن بتاع الجي آي تي ويديجستف إنزاين زي ده بيبقى ساعات موجود في الدراج اللي إحنا بنستعمله آخر حاجة بس نخلصت خلاص الدراج نيوترينت انتر نخلي بنا يا جماعة إحنا الأنيميا في مصر تلاتة واربعين في المية في الشعب وفي الأطفال والحوامل الأطفال اللي قال من 56 أسبوع 56 شهر والحوامل وصلت إلى 65 في المية البروتون بامبا انهيبتور اللي الشعب المصر كله بياخد ده من ضمن الأسباب اللي تعمل الأنيميا فنخلي بنا الكالسيوم برضو ممكن يحصل ليه مشاكل مع بعض الأدوية تعمل الكالسيوم وبرضو الابزوربشن تعالفوليك أسيت والزينك برضو ممكن يبقى يمبير بعض الحاجات اللي هي بتقلل اللي احنا بنديها كدراجس طبعا أي انترفينشن لازم يبقى فيه زي ما قال الدكتور أيمن الدكتور أحمد أنا بتراك السمتوم اتحسن أخباره عاملة مش يروح يعط شهر وما رجع ليش الدنيا كويسة الفايبرز عاملة معاه نتائج البول بتر عاملة بتاعته ماشي ولا مش ماشي كل الحاجات دي لأن الأهالي عندنا أنا خلصت الدواء أوقف أسبوع أو ممكن يكمل 15 سنة يعني يجيلك بعد 15 سنة لسه بياخد بروتون بمب انهيبته فحكيت المونيتورينج دي حاجة مهمة جدا وشكرا لحضرات